يعني حد من زملائي الاس الوقت بيقول لي ايه? اه ليه ليه بتهزق? يعني اما ليحنا لازم اخش عليكم جد يا اخش عليكم سيادة النائب. انا رجل بيشتغل موزيع في ازاعة اسمها نجوب افقام. وازاعة لطيفة حبوبة يا جميلة. وبعدين قاعد مع رجل بحبه جدا قوي خالص. فلازم ابقى مبسوط. فقاعدنا انبسط ليه? حرام عليكم. وشايفين الحصانة بقى اللي هيبها كده. الحصانة من عند الله. مع حبايب ويبقى عادي مبسوط كده. وفاكك زي ما بيت. بس انت مصنف يعني ده من الاعلام المعاصر المصري اللي انت الهضبة بتاعت الاعلام في الازاعة. ازا قالش من هنا عمر دياب. الهضب ده حصري. الهضب ده حصري. بس عمر دياب عنده لقب سري. مش كل الناس عارف يعارف الحكاية دي ولا? عنده لقب كده اسمه الحز. هو ليه لقب? يتقال له يا حز. ده بقى ايه? قليلين قوي اللي بيقوله له. وبالطبع انا مش منهم يعني. لما اصدقاء عمره القليلين قوي 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 يسموه حز. ازاك حز عمل ايه حز? اخبارك ايه حز? حاجات زي كده. انطلاقا من انه اي حد يشتغل مع عمر حزو يضرب في السماء. ينجح. ينجح. انا احنا نجح غير عادي. انا مش عارف ازاي موزيع ممكن اشتغل مع عمر عشان حزونا. من من شعراء لملحنين لمخرجين لشركات انتاج كمان. جدا جدا. اون شركات فعلا يعني ما شو الله عليه.